لسا مستمرين مع حضرتكم ودلواتي معدنا مع جولة في أبرز عنوين الصحف المصرية والصادرة اليوم مشرفنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ زاكي القاضي صباح الخير صباح الخير يا أستاذة وصباح القراءة لكل اللي بتابعونا النهاردة بإذن الله صباح النور خلينا قبل ما نبدأ مع حضرتك نروح نشوف أبرز عنوين الصحف ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستمرين مع حضرتكم ونبدأ من اليوم السابع وعنوان بحضور الرئيس السيسي القمة العالمية للحكومات عشرين تلاتة وعشرين تبدأ فعلياتها من دبي وعنوان آخر محمد بن راشد مصر تحظى بمكانة خاصة لدينا ونثمن الدور المصري الرائد في الدفاع عن القضايا العربية حضرتك شايف إزاي اختيار مصر ضيف شرف للقمة العالمية للحكومات ودلالته وكمان شايف إزاي تحليل أو بتحلل إزاي من وجهة نظرك كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن مصر طيب خلينا نؤكد في البداية أن العلاقة بين مصر والإمارات هي علاقة تاريخية وعلاقة ممتدة والشعب المصري يعني بطبيعته العادية لو سألت أي مواطن في الشارع هيقول لك إحنا بنحب الإماراتيين بشكل خاص فبالتالي هذه العلاقة وبما أن يعني السيد رئيس عفتاح السيسي يمثل جموع المصريين فهو برضو يعني يظهر ذلك في حديثه الكثيرة حوالين يعني أنه بيحب بشكل خاص ويقدر بشكل خاص الشعب الإماراتي والمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي لقاؤه مع السيد الشيخ محمد بن زيد رئيس الدولة أو الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هو بيأتي في إطار سلسلة من اللقاءات المتصلة والمتواصلة منذ توليه المسئولية في 2014 وحتى يعني تذكر سيادته في حديثه والجلسة الحوارية حوالين يعني اللقاءات الأولى مع الشيخ محمد بن زيد وأيضا علاقته المتواصلة مع الشيخ محمد بن راشد ربما تكون هذه العلاقة مع دول الخليج هي علاقة كاد يعني نؤكد أنها جزء رئيسي من نجاح هذه المرحلة وكما يؤكد سيادته دايما في كافة الالتزامات وكافة الحوارات العلنية وأخيرا حتى مبارح أن هذه العلاقة هي التي ساعدتنا يعني أن نحن نواجه كثير من التحديات اللي فرضت على مصر وهي ما كانتش بأيدينا الصراحة فرضت على مصر بعد 2012-2013 من تحديات زي الإرهاب والاقتصاد وغيره فبمساعدة الأشقاء وحتى الحديث مبارح أن مصر كمان دورها متواصل مع الدول العربية لأن إحنا زي ما إحنا مقدرين لهذا الأمر برضو الدول العربية والسادة المسؤولين والناس المتواجدين في موقع المسؤولية يقدروا هذا كثيرا وعارفين أن مصر وهي العبارة الشهيرة اللي دايما سيادة رئيس بيقولها مسافة السكة هي عبارة أصبحت أثيرة وتاريخية وأصبحت بلند في فكرة أن إحنا إزاي مع بعض شعب أو شعوب بيجمعهم التاريخ وأيضا يجمعهم المستقبل وهذا مهم للغاية أن الجميع يتفاهم هذا الأمر أن الأمور ما بتعديش لوحدها ما فيش دولة بتعدي لوحدها وحتى أن إحنا مهم جدا يا أستاذ أمل نشير إلى أن إحنا زي ما لنا أصدقاء وأشقاء بيساعدونا إحنا برضو أصدقاء وأشقاء لناس تانية بنساعدها فهي العملية الكامولية طول الوقت إحنا الأمور المارنة طالما فيه يعني صداقة وفيه تجرد في هذه المشاعر وتجرد في المصلحة العامة فإحنا بنساعد غيرنا وغيرنا بيساعدنا عشان الأمور تعد هذه اللقاءات وغيرها تؤكد على هذا المعنى تحديدا وطبعا ظروف كتيرة ساعدة كمان زودت أن نزيد هذه الروابط خاصة أزمة روسيا وأوكرانيا وقبلها كورونا فدي كمان خلت الشعوب تحس أن مدى المسئولية أنه لازم يبدو أن يكون فيه تدافر وأن يكون فيه مصلحة عامة ونبعد عن الحاجات اللي بتتألف النص دي لأنها حاجات في الأول آخر معطلة فبالتالي هذه اللقاءات تؤكد على صدق العلاقات ما بين مصر والأمورات وبإذن الله يعني برضو صدق العلاقات ما بين مصر والدول الخليج وبإذن الله احنا مستمرين في مستقبل ربما يؤمن مستقبل الجميع ومستقبل الدول صحيح هو دور مصر المحوري أيضا شايفه العالم كله والعالم العربي متدافر مع المجهودات المصرية ومصر أيضا تحافظ على أصدقائها وكمان زي ما حضرتك قلت أنه فخمة الرئيس السيسي من البداية قال جملة وأنا الحقيقة فاكر الجملة دي لحد دلوقتي أنه أنتوا أمنتوني عليهم علشان كده نروح للوطن وعنوان السيسي البلد أمانة في رأبتي الرئيس في القمة العالمية للحكومات بدبي إصلاح ما حدث في 2011 كلفنا 450 مليار دولار والإرهاب أصبح من الماضي تحليل حضرتك لكلمة السيد الرئيس السيسي فيما يخص التكلفة الباهظة لما حدث في 2011 وحديثه أيضا عن إنهاء الإرهاب واستخدامه لكلمة واضحة أصبح من الماضي طيب دول المصارين مهمين جدا برضو في هذه المرحلة في العشر سنوات الأخيرة وولاية الرئيسة الفتاح السيسي الأولى والثانية إحنا بنتحدث عن يعني معياري الرئيسيين في تحركات الحكومة المصرية وتحركات الدولة المصرية عموما ربما تكون 2011 و2012 سببت خسائر كبيرة ودمر صوت بالتقارير وصلت ل450 مليار دولار من الإضافة إلى أن إحنا كمان قبل 2011 عندنا برضو خسائر كبيرة فالدولة دي كانت ورثة إرث سنتين أو ثلاثة سببوا هذه المشاكل وهذه المشاكل إحنا بس عشان نفكر الناس وتبقى معانا يعني مشاكل اللي سببتها 2011 لو نتذكر مثلا موضوع تفجير أبراج الكهرباء يعني كان فوقت موقعات مصر ما كانش فيها كهرباء فإحنا إزاي أصلا نعمل هذا الأمر ونحله فكرة البترول اللي كان ناقص إزاي لما إحنا كنا بندور على بعض المساعدات إن إحنا ندور على سفينة نتعاقد معه وي موجودة في البحر عشان تجينا عشان تساعدنا فدي بعض الخسار اللي موجودة في 2011 و12 بالإضافة إلى أن قبل 2011 برضو كان عندنا تحدات كبيرة دولة ما كانش موجودة دولة هيكلية ما كانش بفاش صرف ومفاش مية كان فيه يعني برضو مؤسسات الدولة الجيش كان قائم لأنا عارف في الأول وآخر أنا أكلم على مصطلحات ذكرها السيدة الرئيسة عفتاح السيسي نفسه في فكرة إن إحنا حتى مصر دي كان عندها 5% صرف صحي قبل 2010 فبالتالي إحنا إزاي هذه المنظومة ورس حاجات قديمة وحاجات طريقة في 2011 و2012 هذه الأرقام إزاي تبني عليها فعشان كده إحنا حققنا تنمية محترمة تنمية حقيقية وقع حقيقي بالإضافة إلى التحدي اللي هو الناتج عن 2013 اللي هو تحدي الإرهاب 2013-14-15 نسبة العملات الإرهابية كانت في مصر لا حصرة لها كل يوم كنا بنسمع عن تفجيرات ما كانش كمال حتى في شمال سيناء رفحوا العريش والشيخ زويد لكن التفجيرات كانت هنا موجودة في القائرة قدام جامعة القائرة تفجير كنايس تفجير جوامع تفجير مستشفى الأورام اللي في الأسر العيني كل الحاجات دي وصل إن الإرهابي يعني ما كانش بيختار حتى المكان عشان يستهدف المسؤولة أو الدولة لكنه بيستهدف الشعب المصر كله الحمد لله أصبح الإرهاب تاريخ بمو معلم إيه الإرهاب تاريخ دلوقتي حضرتك لو أنت قررت السفر شمال سيناء دلوقتي تروح لعريش الشيخ زويد أو رفح هتروح بلقميسه البنطلون على طول على العريش ولا هتقولي الحد ولا هتلبسي حاجات ضد الرصاص والحاجات اللي كنا بنسمع عنها زمان وأنا واحد من الناس كنت في الوقت بروح بفزتات ضد الرصاص في 2014-2015 عشان تخايف تمشي في المنطقة دي دلوقتي الحمد لله تقدر تتحرك بسهولة المنتجات موجودة أصبحنا نسمع عن مطار العريش ميناء العريش أصبحت حاجات موجودة فعلا وأصبحت كمان هتبقى جزء رئيسي من الدخل القومي للدولة المصرية طيب جزء رئيسي إيه اللي حصل عشان نوصل لذي المرحلة أول حاجة إحنا ضحينا الجيش والشرطة والناس المواطنين الشرفاء من أهالي سيناء ضحوا وكنا يعني المعادلة دي تحققت بشكل رئيسي ما بين قبائل سيناء ما بين الجيش ما بين الشرطة ما بين مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية إن إحنا ضحينا فعلا وبعدين وقفنا وبعدين دلوقتي بنمي ونطور هذه المنظومة عشان نوصل لها ما كانش خادت دقيقة لكنها خادت سبع أو ثمان سنين عشان يصبح النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو موجود في هذه القمة بيقول الإرهاب أصبح طريق وفعلا أصبح نحنا أمام مجال تنمية رئيسي هيتم في عزي المناطق كما يتم في كلفة ربوع مصر صحيح يعني وكان هناك أيضا حديث من فقمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا فكرة كويس جدا إنه عشان نحافظ على أهالينا لازم العملية تاخد وقت الحياة ما خدتش وقت طويل يا أستاذ زاكي لأنه كان هناك خطة واضحة للتنمية والنهود والحفاظ على مصر وأيضا التنمية الاقتصادية في كل المحافظات والتنمية في سيناء والحفاظ على الأرواح المصرية أكيد ضحينا بجزء كبير من صبرنا الرئيس عبدالفتاح السي دايما يشكر المواطن المصري على تحمل المسئولية وإحنا كلنا أكيد موجودين في الدولة المصرية وكل واحد فينا بيقوم بدوره علشان الحفاظ على الوطن والنهود الأستاذ زاكي القاضي شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا ونورتنا شكرا جزيلا